دعا سكرتيري أول منظمة الحزب الاشتراكي فرعي المهرى محمد إبراهيم القوى الوطنية إلى القوى الوطنية في الجنوب والشمال إلى استعادة أمجاد الثورة السبتمبرية والقضاء على الميليشيا الحوثية وقال إبراهيم إن الجنوب يعتبر عمق استراتيجي لشمال الوطن ولا بد أن تتحد القوى السياسية لمواجهة الميليشيا الحوثية واستعادة الجمهورية مهني الشعب اليمني بمناسبة تورة 26 سبتمبر تورة تورة أكتوبر وتورة سبتمبر طبعا في بينهم كان دعم متبادل لين تورة أكتوبر تورة سبتمبر وتورة أكتوبر ولهذا لابد أن يقوموا سبتمبريين ويعيدوا لها مجدى ويعيدوا لها اعتبارها لابد أن يكون هناك تعاون ومتأكد أن الجنوب هو أيضا العمق الاستراتيجي للشمال برضو والشمال أيضا فإذا كان قوى وطنية موجودة في الشمال وإلى جانب القوى الوطنية الموجودة في الجنوب يتم فعلا استعادة أمجاد التورة سبتمبر ترجمة نانسي قنقر